زي ما كنت بقول لحضراتكم النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان فيه اجتماع هام مع دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة كان بيتابع الوضع الوبائي لملف كورونا ويمكن كان فيه تأكيد ان احنا عندنا في مصر كل انواع اللقاحات موجودة وبقينا نصنع اللقاحات حتى الادوية لما بتروح اي صيدلية متوفرة البروتوكولات العلاج ايضا اعتقد الناس كلها عارفة البروتوكولات العلاج واحنا كمان بدأنا ان احنا نصنع عدد من الادوية باياذي مصرية الرئيس النهاردة كمان تحدث عن فكرة اهمية او متابعة للمشروع القومي للبلازما مشتقات ويمكن هذا المشروع من اهم المشاريع اللي نفذت الفترة الاخيرة علشان مصر كانت يمكن بتستورد بمبالغ كبيرة جدا مشتقات الدم والبلازما ولكن بعد وجود هذا المشروع احنا من خلاله هنقدر ان احنا ننقذ حياة ارواح الكثير من المصريين الرئيس كمان خلال هذا الاجتماع وجه بان يكون فيه سرعة في واتيرة التطعيمات وان الجرعة المعززة اللي هي التالتة لازم الناس تاخدها ولازم يكون فيه وعي كافي ان الناس بعد كل ستة شهور تاخد الجرعة المعززة علشان الاعراض تقل هنطبع طبعا ايه اللي حصل من ملفات وايه هي تعليمات القيادة السياسية احنا معنا تقرير تفضل اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوى التاجدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الرهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية فضلا عن الموقف التنفيذي للمحور الصحي للمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية وكذا سير العمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة الى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق وقد عرض الدكتور محمد عوى التاجدين في هذا الاطار الاجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بما فيها حمالات تطعيم المواطنين وكذا تجهيز كافة المرافق الطبية لاستقبال الحالات والتعامل معها وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا فضلا عن التجديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات خاصة في الأماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس وكذلك الأماكن العامة والخدمية مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكسفات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين وكذلك تيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب تعزيز قدرتها الاستيعابية بما يمثل إضافة همة إلى المنظومة الصحية في مصر بشكل عام وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أشار الدكتور محمد عوالتاجدين إلى الزيادة التي تمت في أعداد السيارات الطبية المجهزة في إطار المشروع حيث تم التعاقد مؤخرا مع الجانب الألماني على توريد خمسمائة سيارة قوافل طبية جديدة مجهزة بشكل كامل وقد وجه السيد الرئيس بأعداد خطة متكاملة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتشغيل المثالي لهذه السيارات وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما فيها توفير الكوادر البشرية الطبية والإدارية المؤهلة على أعلى مستوى إلى جانب التنظيم الدقيق للجداول الزمنية لحركة هذه السيارات وكذا توفير التجهيزات والمعدات المطلوبة لتشغيلها وصيانتها أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة موجها سيادته باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة بالإضافة إلى تكسيف الحملات الإعلامية لنشر الوعي الجماهيري نحو فائدة هذا المشروع القومي الهام ومرضوده الصحي على المواطنين وقد اطلع السيد الرئيس على جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق موجها سيادته بتعزيز الإجراءات التأمينية المتبعة على جميع الطرق العامة والسريعة من خلال الاستعانة بالعنصرين البشري والإلكتروني وذلك لتحقيق الانضباط المروري وضمان سلامة المواطنين والمركبات